بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم أهلا بكم في حلقة جديدة من صوت الناس نحن في صوت الناس نتبنى قضايا الناس نحن في صوت الناس نتبنى استغاسات الناس نحن صوت لمن ليس له صوت في البداية قبل ما أقول أنا معي إيه في حلقة النهاردة حابب أنوه بس أن نحن في دولة القانون القانون فوق الجميع القانون فوق الجميع نحن في دولة يحكمها القانون الجميع أمام القانون السواسية نحن في دولة تم محاكمة اثنين من الرؤوساء السابقين يعني ما فيش حد فوق القانون هقول لكم معي إيه في حلقة النهاردة لو سمح الإعداد كده بس يعرض لي الصورة اللي معانا لو سمح الإعداد يعرض لي الصورة اللي معانا معانا النهاردة استغاسة معانا النهاردة استغاسة الاستغاسة من مين؟ من الدكتور السيد ياسر رمضان أخصاء طب الأطفال مستشفى المنصورة الدولي إيه حكاية الدكتور ده؟ وإيه قصة الدكتور ده؟ الدكتور ده مقيم بالده أهلية بشربين ويعمل في مستشفى المنصورة الدولي الدكتور ده بيستغيث بالسادة المسئلين بيتم ابتزازه وبيتم تهديده زي ما انتوا شايفين ده صورة الدكتور معانا الدكتور ده فعليا متدمر هتقول لي متدمر إزاي؟ ده مش هو الدكتور بس اللي متدمر ده أسرته كلها متدمره آآ والدته وبين الحياة والموت بيتم ابتزازه بيتم تهديده بيتم إرسال رسائل له آآ بالسب والقصف بصراحة وضع آآ يعني وضع صعب جدا الدكتور ده بيستغيث بالسادة المسئلين مش عارف أخوف إيه؟ أخوه مختفي اختفاء قصري فهو بيعرض مشكلته وللعلم قبل ما نتكلم ونعرض بالمستندات إحنا هنتحفز على جميع الأسماء اللي معانا هو الدكتور بيدي تنويه يا جماعة دي مشكلتي أنا بعرض مشكلتي لعله وعسى لعله وعسى حد من المسئلين يستجيب تم تهديده تم ابتزازه الدكتور بيتم المساومة في مبالغ رهيب إيه قصة الدكتور؟ وإيه حكايته الدكتور؟ الدكتور بيعاني الأمرات الدكتور ده ربنا كرمه هو بعض السادة الزملاء من الأطباء زميله واشترى برج سكني في شيربي اشترى برج سكني في شيربي اشترى البرج من مكتب مستثمر عقاري مكتب للاستثمر العقاري احنا قلنا هنتحفز على الأسماء مكتب مستثمر عقاري طبعاً زي نحن عارفين ان العقد شريطة المتعاقدة تمام؟ جبنا العقد الدكتور جاب العقد قعد مع المستثمر تمام؟ خلصنا في شرط في العقد بتقول ان البرج في كزا شقة الكزا شقة مثلاً يتنشر دور أي انكام تمام؟ استلمنا الشقة بس في شرط احنا استلمنا البرج ده على حسب اتفاق المتعاقد يعني المكتب المستثمر العقاري احنا هنتحفز على الأسماء اتفق معه انما تستلمها هتعمل لنا كزا يعني هو اتفق مع الدكتور هتدخل لنا الصرف تمام؟ وهتعمل لنا الرخاء ومن شروط العقد هتركب الأسانسير للبرج وفي حالة الاختلاف في العقد بيتم بيتم دفع فلوس في حالة الاختلاف في شرط جزائي في العقد هيتم دفع مبلغ كزا تمام؟ واتفقنا المستثمر خد فلوسه المستثمر برضه مقيم بشربين احنا هلنا نتحفز على الأسماء مقيم بشربين استلمنا العمارة للعلم الدكتور ده لسه لحد النهاردة ما دخلش عياته بيتم تهديده تمام؟ استلمنا العمارة او البرج السكني وتمام؟ يلا يا عم المستثمر اعمل لنا طلباتنا ركب لنا الرخام ركب لنا الأسانسير ركب لنا الصرف مش مركب لا يا عم الحاج مش مركب له ده انت مكتب ليك اسمك ومقاول ليك اسمك منتش مركب له عايز فلوس بدأ مساوم احنا في الاتفاقات يا معالي المستثمر يا السادة المستثمر في اتفاق مش مركب طبعا المستثمر بدأ يستخدم نفوزه مع الدكتور بدأ بقى زي ما اقولوك ده انا بالعلاقات اعرف فلان واعرف علان القانون لا يعرف فلان ولا يعرف علان بدأ يبعت للدكتور رسائل سب وقصف على عطس بدأ يهدده بدأ يسومه يعني الدكتور ده اللي قدامكم على الشاشة ده اخوه مختفي وهو طلبه بفدية اتنين مليون جنيه وابقول له ما كان اخوك فيه غير كده يوميا بيتم تهدده بيتم تهدده قل لنا اخويا فين مش عايز يقول اه بعث له رسالة على الواتس ما تعرفش أنا مين اه وبرضو علشان احنا بنتكلم بالمستندات قلنا نجيب رجال القانون معنا مدخلة هاتفية من المعالي المستشار حمدي وهدان المحامي بقضاء الانترنت تفضل معالي المستشار اهلا ونسألها بحضرتها اهلا بيك يا سيد محمود ازاي حضرتك نورتنا في البرنامج تسلم يا باشا الله افهم شو ما عليك دلوقتي معالي المستشار معانا استغاسة من دكتور طبيب بشري في مستشفى المنصورة الجميع احنا عايزين نعرف رأي القانون ايه واقصى عقوبات بيتم ارسال رسائل صوتية له وبالصوت والصورة ومسجلة على هاتفه بالتهديد انه هو مثلا يا معالي المستشار بيهدده بسبب بسبب انها هيخطف اولاده وهيبعث له ناس بعلاقاته وكل يوم ابتزاز احنا عايزين نعرف ما هي عقوبات الابتزاز وهل عقوبات الابتزاز لازم ان تكون بالصوت والصورة ولا ممكن تكون سب وقصف بس طبعا لا اغفع على حضراتكم من جرائم الالكترونية اليومين دول بقت منتشرة بشكل كبير جدا وبقت الشائع دلوقتي في اغلب الجرائم اغلب الجرائم دلوقتي بقت تبدأ بمجرد رسالة تبدأ بمجرد اتصال هاتفي او تليفوني او رسالة اسم اس خلينا نتكلم الاول على موضوع ان الرسالة دي لو وصلت للشخص ايه التصرف اللي ممكن يعمله ده بلاحظة معارض المستشار هقطع حضرتها ده بنفترض هو بعت الرسالة بالتهديد ومسح الرسالة بعد كده هو يعمل ايه بصة باشا النهاردة الرسالة دي غالبا لما هتروح هتكون يا مكتوبة يا رسال صوتية مسجلة تمام الرسال الصوتية والمسجلة دي هو مسجلة بصوته وانا مجرد ان انا حولتها او احتفظت بها عندي اقدر اقضي بها اقدر اشتغل عليها اقدر اجيب اوصل بها بالمحكمة لحد ما اجيب خبير من الزاعة تلفزيون وخبير اصوات ويحدد الصوت من كان بتاعه او لا كمان موضوع الرسالة اللي هي المكتوبة مجرد الاسكريم اللي انا باخده النهاردة بالرقم بتاعه او المحاسة اللي انا خدته دي اقدر اقضي بها وكان فعلا الرسالة دي ارسلت له بالفعل ولا لم ترسل له النهاردة القانون بيجرم الرسالة دي ممكن توصل بمجرد رسالة توصلك للجنيات توصلك ان انت ممكن تتحبس فيها او تاخد فيها خمستاشر سنة سجن يعني عقوبة الرسالة معنا المستشار ممكن توصل لخمستاشر سنة سجن ممكن توصلك لو انت هددت شخص معين ان عندنا المادة 327 من قانون العقوبات بتقول ان هو كل من هدد غيره وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب طلب ده بقى ايا كان يعني لو ما جبتش كزا انا هعمل فيك كزا لو ما جبت ليش وجبت كزا انا هقضى سوى فيك كزا ده في متهديد مصحوب طلب اللي هو الشائع فيه لفظ الابتزاز ده النهاردة بيوصلوا للجنيات النهاردة بنتكلم على جريمة ده كانت تكون منتشرة منتشار كبير جدا بين اوساط المجتمع بنتكلم النهاردة على جريمة برضو الساب والقصف جريمة الساب والقصف النهاردة القصف في حد ذاته ان انت لما تيجي تنسب الى واحد اي واقعة مجرد ان انت بس تقوله ده انت عملت كزا وسويت كزا يا مصطب يا حرام يا كزا كزا كل دي الفاظ تحبسك وتخليك ان انت تاخد عقوبة تؤديك لحد الحبس كمان يعني القصف النهاردة بنفهومه في القانون ان هو كل من اثند الى غيره الفاظا لو صدقت لأوجبة احتقاره بين بني واطن يعني النهاردة اننا ننسب اليك واقعة معينة وهي ما حصلتش او اقول عليك مشكلة واقول عليك ان انت عملت حاجة والكلام ده ما حصلش اصلا ولم يثبت ده في حد ذاته يوديك ان انت تتحبس به ده غيره غرامة مهاردة مستشار بعليزة مقطعة حضرتك هي محاضر السابق القصف بتتعمل في مركز الشرطة ولا لها مكان معين او مبنى معين النهاردة باشا الوزارة الداخلية اعلنت وقالت ان النهاردة احنا حددنا من سنة 2004 وانشأنا ادارة اسمها الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الادارة دي هي الخاصة هي يتبعها اكتر من جهة جهة المبحث الجنائية وجهة المساعدات الفنية وكذا جهة اخرى مختصة بالامور الفنية دي انشأت في كل مدرية في كل محافظة من محافظات الجمهورية مكتب لتلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات المكاتب دي عشان حضرتك لو جالك رسائل وقصة رسائل قصفة رسائل اي حاجة على حاجة تخص اي برنامج معلوماتي متصل بالانترنت تتوجه فورا ودطلع هناك وانت معاك المستند اللي بيقول ان تم سبك او قصفك او تهديلك ده هل العلاقات يا معاني المستشار اللي بيبتاز العلاقات بتنفعه في المشكلة اللي زي دي يعني انا بعلاقاتي مش هتعرف تعمل معايا حاجة ده المكان الوحيد اللي ما تقولش فيه انفع في علاقات خالص ليه لان ده برنامج معلوماتي ثابت عليه كل حاجة مش مجرد محضر انا بروح ادلي فيه باقوالي واقول والله ده حصل كذا بشهادة كذا لا انا عندي النهاردة الدليل الفني اللي بيخرج من الادارة العامة وبيقول ده فلاني الفلاني ده هو اللي شتم وبرقمه الشخصي الرقم ده مسبت ومرفق فيه اه شركات الاتصالات ببيانات محددة بنوصل من خلاله ان الشخص ده هو مرتكب الواقع ولا لا تمام على المستشار بنشكر حضرتك على ساعة صدرك شكرا على المستشار خدنا الشق القانوني بخصوص الابتزاز دلوقتي احنا بنشد المسئولين يا سيدة يا مسئولين معالو الدكتور معالو الدكتور السيد ياسر رمضان بيستغيث بيقول اخويا فيه المستثمر العقاري بيبتزوا بقوله الديني اتنين مليون جنيه وانا اقول لك اخوك فيه احنا في دولة القانون مع العلم هو اختلف اختلف مع العقاري انت اتفقت ان بعدا ما يتم تسليم البرج هتعمل لنا الصرف وهتعمل لنا الاسنصير وهتعمل لنا وهتعمل لنا بحكم علاقاتك ايه يعني ايه علاقاتك محدش يعرف معاك حي يعني انا سمعت تسجيل صوته له بيقول انت ما تعرفش انا مين فاحنا بنشد السادة المسئولين ومعانا ما يثبت كلامنا يعني معانا ما يثبت كلامنا الدكتور الدكتور ياسر السيد رمضان عمل محضر ومعانا ما يثبت كلامنا بموجب عقد باعي ابتداء مؤرخ بتاريخ واحد ستة الفين وتسعتاشر باع المنزر اليه الى الطالب محل رقم كذا بوبوركي كذا الكائن بشربين بالمنصورة مساحة كذا وحيث ان المنزر اليه قام قد التزم في البند السالس من العقد السالف ذكره باتمام اعمال تشطيب المداخل بالرخام كامل يعني هو اتفق انه يعمل تشطيب المداخل بالرخام كامل وكذلك اعمال تركيب المصع واعمال التشطيبات الخارجية من كهرباء ومياه هو لا انا خدت الفلوس خلاص مش اعمل لك حاج ده انا اعرف فلان واعرف علان حيث ان المنزر اليه ده رقم المحضر موجود انزار على يده محضر انزار رسمي حيث ان المنزر اليه الاول قد امتانع عن تنفيذ التزاماته التعقدية حيث لم يقم بتركيب المصعب القهرباء رغم المطالبة الودية المتقررة يعني الدكتور ياسر رمضان الدكتور ياسر رمضان تفضل مشكور مرة واثنين بالود ما فيش فايد حيث قد نشأ خلاف سابق بين الطالب والمنزر اليه منذ حوالي عشر اشهر وتم عقد جلسة عرفية بينهما بغرض تنفيذ الالتزامات التعقدية المنصوص عليها بعقد المؤرخ واحد ستة الفان وتسعتاش وعقد بيع صادرة من المنزر الاول الاول اليه وقد تم الاتفاق خلال الجلسة العرفية على قيام المنزر اليه بتنفيذ الالتزامات التعقدية هو مش ينفس حاجة هو بقولك انت ما تعرفش انا مين هو ما تعرفش انا عرف مين ده بدلوقتي فيه انزاره على يده يعني بنتمنى تحرق الجهات المختصة تمان برضو في شكوى الدكتور ياسر السيد رمضان قدمه في وزارة الداخلية موجود رقم الشكوى الشكوى بخصوص اختفاءه هو عايز يعرف اخوه فيه ده اسرة دمرت الدكتور ياسر انا بنشد نقابة الوقوف جنب الطبيب الزميل يعني الطبيب الزميل مش عارف يدخل عيادته مش عارف يدخل عيادته مش عارف يمارس عمله 24 ساعة تحت تهديد عايز يعرف اخوه فيه محل الشكوى محل الشكوى شكوى رقم كزا المواطن يشكو بانه تم اخذ الشك من خلال من داخل محل كز حيث ان الذي قام باخذه مجموعة من الاشخاص بزي كز والعنوان شيربين ده اهليه تمام؟ الشكوى ياسر السيد رمضان ده شكوى بيشتك عايز يعرف اخوه فيه انا بتوصل مع الدكتور نبارح بقول لي انا والدتي بتموت انا والدتي بتموت وشكوى تاني ورقم الشكوى الى السيد الفاضر رئيس المجلس القومي الحقوق الانسان ابعث لحضراتكم ابعث لحضراتكم بكامل الاحترام والتقدير ده شكوى الدكتور ياسر رمضان عمالها تاني عايز يدفع مبلغ كبير جدا في البرج المستثمر العقاري شحب شركة الاستثمار العقاري بيستخدم نفوزه وبيتم مسومته ابعث لحضراتكم بكامل الاحترام والتقدير بالتعامل مع الشكوى والاهتمام المطلوب حيث انني اعمل طبيب اطفال وحاصل على زمالة اطفال ومدرب اطباء زمالة طب اطفال مستشفى المنصور الدول انا دايما بطلق على الاطباء ملائكة الرحمة الطبيب ده ملائكة الرحمة اما نتعامل مع ملائكة الرحمة كده يبقى ايه نفوز ايه وعلاقات ايه وتعرضتوا للتهديد بالنسف وتقطيع الارجل والتهديد بالبلطجة من المسقور اسمه اللي احنا متحفزين على اسمه يعني اهدده بالبلطجة والسب والقصف كما برضو قال لنا المستشار السب والقصف والاجراءات يعني سب وقصف المعالي المستشار حمده ويدان من 15 سنة ده ده غير بقن التهديدات ويقطع رجله وغير يعني غير بقن ان هو المساومة والديني والديني 2 مليون وهذا القبيل يعني من الكلام حيث شركة كازل للاستثمار العقار قام بارسال رسائل صوتية على تطبيق مزنج وقام بتهديد بالبلطجة وفرض سيطرة وهددني بعدم السماح الى البورج لما بدخلش البرج وما بدخلش عياته وقام بتوجيه احد العاملين عنده ويسمى كازل بمحاولة التعدي على شخص بالضرب وذلك لاعتراضي على قيامهم بمخالفات في البرج عارفين المخالفات في البرج اللي هي ايه؟ المخالفات في البرج ان هو بقن يقسر حتان في البرج وبدأ يتعامل ويعمل اللي هو عايزه في البرج ومعنا برضو اهو برضو يعني هو يعني الدكتور والسادة الأطباء الزملاء ده على حد علمي بدأ يشتغل من الباطن ويتعامل يبيعه ويشتري في الشؤ عملوا استغاثة الى السيد رئيس مجلس ومدينة شربين هو ازاي المقاول يبدأ يهد ويقصر في داخل العمارة من غير ما يجيب موقفه تقدم كذا كذا من مركز شربين بشكوى كذا ومقيم بشربين طبعا زي ما احنا قلنا وزالقة لقيامهم ببيع شقة الى فلان ولم يقومون بالالتزام بالعقد يعني بيع الشقة من الباط يعني الدكتور وزميل وشتري البرج وبيع الشقة من باط ولم يقومون بتنفيذ اشتراطات الدفاع المدن اللي هي توصيل القهربة والمرافق والمرافق وما قامش بتشغيل المسعى وازالقة لقيامهم بمخلفات جاسر المخلفات طبعا معنا الصور بس ما عرضنهاش اللي هي طبعا بيهد في الحيطان وبيتعامل بقى محدش عارف يعمل مع حاجة وعدم تمتينه برضو للعلم الدكتور بدي تنويه الحلقة الجاية يكون موجود معانا يعرض هو برضو ومشكلته بنفسه فبيدي تنويه لم نسقر اسماء لم نتجاوز في حق المسقر اسمه لعله وعسه وبرضو معانا شكوى تاني الى رئيس مركز ومارينة شيربي شرقاء برضو الطبيب تقدم كذا كذا من ناحية كذا شراء كذا ومقيم ببندر شهبين وذلك لقيام المستثمر العقارب ولم يقومون بالالتزام بالعقد الموجود احنا في دولة قانون يا جماعة احنا بنقول احنا في دولة تم محاكمة اثنين من الرؤساء الصابقين يعني محدش فوق القانون الجميع امام القانون سواسية القانون لا بيعرف زيد ولا بيعرف عباد يعني مهما تكون علاقاتك زي ما قال معلو المستشار ماينفعش نقول علاقاتي امام القانون تمام وبرضو الدكتور ياسر بعد الابتزاز والتهدد وقطع رجليك ده كان بيقول له ربنا يعنى عليك بعت الرسالة للدكتور ياسر ربنا يعنى عليك الدكتور ياسر يعني بصراحة فحيصة بيس الدكتور ياسر والدته بتموت مش عارف طريق اخوه مش عارف يدخل عيادته بصراحة فحيصة بيس محضر تاني شكوة وزارة الداخلية التهديد بالبلطغة والسب والقص ورقم المحضر برضو عمل شكوة بمحافظة الدقالية وزارة الداخلية والشكوة معان تمام وبرضو عمل لمركز مدينة شيربي الى السيد الرئيس مركز مدينة شيربي حيصة جميع الشرقاء يعني البرج كان البرج عامتا كان هو معمول زي ما بقوله كده مستوصف طبي كان هيبقى مجموعة عيادات من مجموعة طباء فاضل ولكن البلطغة المستثمر طبعا احنا جميع المستثمرين العقاريين على العين وعالرأس مش كل المستثمرين العقاريين وحشية واحنا ما بنقولش ان هو وحش احنا بنقول المستثمر اللي احنا يعني بنلومه على ما فعله ونحصن الظن فيه لعله وعسى يعني سوء فهم بس ما توصلش برضه لضرغة ان انت تقوله اديني اتنين مليون وقولك اخويا فين ما نشدخلك البرج بعتلي بصراحة انا مش عارف اقول ايه فاحنا هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة تانية الملكي ميديا انطلاق الميديا الحديثة الملكي ميديا انت في الطريق الصح ادارة استاذ محمد الملكي لحجز البرامج والاعلانات والفقرات اتصل على نفسك تبقى مشهور ومش لاي الحل معانا هنوصلك للعالمية الاعلام رسالة لا افارة لو انت مدرس او محامي او دكتور لو بلوجر او عندك موهبة او عندك نشاط تجاري لو انت من رواد الاعمال في مصر يبقى الاعلان ده ليه عاوز تكبر وتحقق ترجط ويكون ديك مكان باسمك وتكون مشهور لو محتاج فرصة للظهور الاعلامي والتسويق المحترف في شغلك احنا هنوصلك للعميل اللي بيهتم بمجالك وبيدور عليه نفسك تكون مزيع مشهور ومعروف بس خجول ومتردد ومش عارف تبدأ منين احنا مسؤولين عن تصوير وعرض وكتابة المحتوى اللي بتقدمه علشان كده احنا وفرنا لك الفرصة انك تكون مزيع محترف هنقولك كل الحلول وهنوصل صوتك وهنعرف كل العالم نشاطك تقدر من دلوقتي تبدأ برنامجك او فكرتك معانا الحكاية تفاصيلها كتير وتقنيتها اكتر وبتتطور كل يوم وعلشان احنا عرفنا تفاصيلها وانتابعين تطوراتها نقدر نقولك بكل ثقة انت في المكان الصح الى من يهم الامر في قرية اسمها قرية السوالي طبعا محافظة ضميات القرية دي تم عمل مشروع الصرف الصحي فيها من عام الفين وتمانية ولم ينتهي الى الان قناة السويس خلصت في سنة والصرف الصحي في القرية دي ما خلصش بقاله ستاشر سنة فاحنا بنقول لى من يهم الامر عايزين نعرف اسباب تعطل العمل في الصرف الصحي في هذه القرية ايه اسباب يعني ان الصرف ما بيخلصش لحد دلوقتي يعني من الفين وتمانية شغلين في الصرف لحد دلوقتي ما خلص اساسا اللي تعمل في الصرف الصحي في القرية دي عايز يحلل وتجديد من تاني انت تنزل القرية دي البلعات مش موجودة تم ردم البلعات الصرف تم هلاكه يعني حلقنا الصرف عايز احلال وتجديد احنا بنقول ما الوفود يتم فتح تحقيق فوري وعاجل صرف الصحي بقاله 18 سنة ولا 16 سنة دلوقتي كل سنة بيعملوا كده القرية دي في الشتاء بتعاني الامرين القرية دي بتشوف العذاب في الشتاء والاوبئة ومحدش بقعرف يدخل من بيوت بيخرج من بيوته والطلبة مابتعرفش تروح المدارس قرية السوالم تستغيث الى من يهم الامر بخصوص الصرف الصح البلعات بتعرض الاطفال للخطر لا تربة بتعرف تخرج تروح من مدارسة احنا يعني 16 سنة كم اول مسك الصرف يعني البلد بتستغيث هما المحبين للقرية دي كلموني فاحنا بنقول الى من يهمه الامر والى هنا تقد 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 انتهت حلقتنا والى اللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة